النصف الثاني من رمضان ندخل في تحري ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر في السنة الثانية من الهجرة في عام غزوة بدر كانت في ليلة السابع عشر من رمضان فليلة القدر تتحرك ليست ثابتة لأن الله يقول يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فيوم الفرقان تكون ليلته ليلة الفرقان فكانت ليلة القدر هي الليلة السابقة لصبيحة بدر فاهتم بليلته السابع عشر من رمضان قد تكون هي ليلة القدر واهتم بليلة الحادي والعشرين من رمضان فهي ليلة جمعة وترية في العشر الأواخر ولا يوجد ليلة جمعة وترية في العشر الأواخر هذا العام إلا هذه الليلة فاهتم بها وعض عليها بالنواجس ليلة الجمعة القادمة تكون ليلة الحادي والعشرين وهي ليلة القدر عند الإمام الشفي كل عام فالإمام الشفي يرى أن ليلة القدر هي الحادي والعشرين وأحياناً الثالث والعشرين ولذلك أيها المسلم كن حريص على ما ينفعك لتحصيل السعادة فقد تترك صلات التراوح لتحصيل اللزة لزة الكنافة والمسلسلات والجلوس في البيت والراحة ولكن لا تحصل السعادة لو فعلت ذلك تجد كآبة في آخر اليوم أكلت الكنافة ولكن هناك كآبة وشربت الشاي في معاده لكن هناك كآبة وجلست في البيت من أريكة تستريح وتلفزيون تقلب فيه حتى تنظر إلى ما يسليك ثم تجد بعد ساعتين من هذا الفعل كآبة عجيبة في قلبك فإذا تحصيل السعادة اللزة يؤدي إلى الكآبة ولكن أخرج وصلي العشاء جماعة واجلس في المسجد وصلي التراويح واذكر ربك واقرأ الكرآن تركت كل اللزات تجد سعادة في قلبك لا تستطيع أن تحصلها بلزات الدنيا كلها فكن مع الله تجد السعادة وكن مع نفسك تجد التعاسى فمن وجد الله وجد كل شيء ومن فقد الله فقد كل شيء اهتم بكل ليالي رمضان فمذهبنا أن ليلة القدر هي كل ليلة في رمضان من أول رمضان إلى آخره هي كلها ليالي قدر النبي الحبيب كانت لياليه طول العام ليالي قدر كان لا يترق قيام ليلة طول العام فاجعل ليلة القدر عندك متعددة طول عمرك ليلة قدر عمرك هي هو أصلا سبب سعادتك الزمن اللي انت عايش فيه ده هو ده سبب سعادتك تستطيع في هذا الزمان والأيام واللحظات والشهور تحصل أسباب السعادة كلها وهو أغلى ما تملك فإياك أن تضيعه في مسلسل لمدة ساعة متشكورة ساعة ونص جلوس على نصية علشان تشرب شيء مع شلة الأنس والعكننة تضيع ساعتين وهكذا لا تضيع عمرك في هذا لم يخلق الله لهذا العبس فإذا فعلت ذلك افعله وتظن أن فيه السعادة هو فيه لزة لحظية ثم إذا عدت إلى بيتك تجد نفسك اللوامة تجلدك كيف فعلت ذلك كيف تقبل لنفسك هذا كيف تضيع على نفسك هذه الفرص فتملي في العادة تحصيل اللزة يتبعه جلد ذاتي من النفس اللوامة وتحصيل السعادة يعقبها سكينة وراحة في النفس فكن من أهل السعادة وأهل السعادة هم الذين عرفوا الله من عرف الله وجد كل شيء ومن جهل الله فقد كل شيء فكن مع الله فإذا أردت أن تكون مع الله كن مع رسول الله إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله من يطعي الرسول فقد أطاع الله فمن أراد الله فليذهب لهذا النبي بقلبه وهمته وحبه وتأسيه وتعلقه وكسرة ذكره وقراءة سيرته والالتزام بمنهجه وإسلوبه في الحياة صلى الله عليه وسلم كيف واجه الصعاب وكيف واجه النعم وكيف واجه المحن صلى الله عليه وسلم فكل محنة كانت تقربه إلى مولاه وكل نعمة كانت تقربه إلى الله فهو سائر إلى الله في كل شيء في المحنة وفي المنحة هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم وحال المؤمن هكذا عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير إن أصبته السراء سراء شكر فكانت له الجنة وإن أصبته ضراء صبر وكان له الجنة وما بين مقام الشكر على النعمة والصبر على البلية تجد السعادة فاخرق من هذه الظلمة إلى نور الإيمان والإقام والتسليم والانقياد والحرص على ما ينفعك لتحصيل سعادة الدنيا والآخرة لا لتحصيل اللزة فالكافر يحصل لزة عجلة واللزة العجلة الإسراف فيها يؤدي إلى الكآفة ويؤدي إلى الفتور والملل ولذلك لما حصلوا اللزة وملوا منها أرادوا أن يحصلوها بترق غير مشروعة فانتشر الشزوز واكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء بعدما أسرفوا في شهوة النساء أرادوا أن يحصلوا لزة أخرى يجربوها لأنهم الإسراف في المباح يؤدي أحيانا إلى الوقوع في الحرام ولذلك يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا وكذلك تزوجوا ولا تسرفوا في الزواج أي شهوة من شهوات الدنيا حصلوا المال ولا تسرفوا في التحصيل كل شيء لأن الإسراف والتبذير صفة الشياطين فعلى المسلم أن يكون مقتصد في الفقر والغنى معتدل في كل تسرفاته وجعلناكم أمة وسطة لا إسراف ولا إقتار ولا إفراط ولا تفريط هكذا هو الاعتدال الذي به تحصل السعادة والسعادة غير اللزة السعادة تبقى ويتولد منها النشاط بخلاف اللزة تزول ويتولد منها الفطور والملل والكآبة فمن أسرف في تحصيل اللزات أصيبوا بالكآبة فانتحروا أو انكبوا على الخمور والمخدرات حتى ينسى كآبة تحصيل اللزة أما السعادة تجدها في طاعة مولاك في تحقيق العمران في خدمة الآخرين في الالتزام بالمبادئ العليا الطاهرة من الصدق والأمانة والعفة والعفاف تجد نفسك سعيد حتى العفو عند المقدرة تجد سعادة أكثر من سعادة الانتقام الانتقام لزة والعفو سعادة فاللي يريد أن ينتقم يريد أن يحصل لزة وقتية لكن الذي يعفو يجد أنك عند سعادة في قلبه تظل معه طول عمره فجاء الانبياء ليدلون على السعادة وجاء الشيطان ليدلون على اللزة والشهوة فإياك أن تنكب على لذاتك وتترك ما يسعدك في الدرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر